هل يمكن أن تلقى دعوة إمام وخطيب جمعة النجف صدا لدى التيار الصدري حيث دعاه إلى الانخراط في هذه العملية لإنقاذ العراق هل نتوقع ربما تير الصدري وسيد مقتدى الصدر يتجاوب مع هذه الدعوة خاصة أنت سيد العرفين الرجل أقصد إمام وخطيب جامع النجف لا يقدح من رأسه وإنما هو يمثل المرجعية إمام فقط من يمثل المرجعية هو إمام جمعة كربلاء المتوقفة حاليا أما لا تقصد الصدر القبنشي لا أعتقد يمثل صوت المرجعية بالكامل المرجعية أيضا هي تدعو للسلام والهدوء لكنه قريب من المرجعية مسألة أمتار أو كيلومتر عن المرجع السلام لا علاقة للمسافة بين التأكيد وبين هذا الصوت مثل المرجعية المرجعية لها منبر وهي قادرة على التعبير عن نفسها ولكن أقول لك بصراحة الذي يعرف التهار الصدري والذي يعرف شخصية السيد مقتدى الصدر لا أعتقد أنه سيتراجع بسهولة أو أنه سيشترك في العملية السياسية وأنه لن يقبل مطلقا بالاشتراك في تشكيل حكومة يعني يترك 73 نائبا ومنصب نائب رئيس مجلس النواب وهذه المناصب وزارية أصلا ويشارك في ست وزارات هذه لا أعتقد تنفع وأن شارك فيها أعتقد هي النهاية للتيار الصدري أمام جمهوره وأمام كل المراقبين لذلك المشهد سيبقى معقدا وما زالت الاتفاقات السياسية والحوارات قيد التفاهمات لحد هذه اللحظة لم يتمخض عن اتفاق كردي هناك خلافات أيضا داخل البيت الشيعي لكن لا نعود عليها السيادة والكرد وبعض أطراف الإطار يريدون يعني تماما يرغبون بأن لا يذهبوا لتشكيل حكومة ما لم يحصلوا على ضوء أخضر من التار الصدري عبر الذهاب الحنانة ولكن التار واضح استبلار رئيس الوزراء عدم إجراء تغييرات في قانون الانتخابات لأنه لو تم تغيير هذا القانون لن يكون حظ لأي مستقل بمستقبلا اشتركوا في القناة